فالولادة العذراوية مش مفاجئ ولا غريبة على سماع الناس احنا قلنا انه اول نبوة رح يجي من نسل المرأة وقلنا انه اشعياء تنبأ عن ولادة المسيح العذراوي سبعمائة سنة قبل ميلاد يسوع المسيح وذكرنا الظروف اللي اشعياء اتكلم مع الملك احاز بهذه النبوة انه هالعذراء تحبل واللي رح تولد فيه رح يكون عما نقيل الله معانا وطبعا تاريخيا حتى في النسل اليهود مفيش هذا التعبير انه الله معانا الا يسوع المسيح شيء اخر مهم جدا انه الترجمة السبعينية للكتاب المقدس للعهد القديم حوالي 250 سنة قبل الميلاد ترجم العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية وهي اللغة اليونانية اللي كانت متداولة ومتعارف عليها في تلك الايام ولسيما في ايام المسيح وعندما ترجموا كلمة عذراء هي ترجموها من العبرة في العبرة في علماء ايش يعني علماء؟ علماء تعني شابة شابة على موعد الزواج يعني بعمر 14 او 15 سنة في اللغة العبرية في كلمة نعراء بتعني فتاة وفي كلمة علماء علماء اللي بتكون على وشك الزواج بس عذراء وطبعا في يعني ايات كتير في العهد القديم لنفس تعبير الكلمة علماء موجودة في العهد القديم بتعني شابة وبتعني شابة غير متزوجة فلما ترجموا العهد القديم وكانوا عوزين يترجموا كلمة علماء فالحل الوحيد كان انه فاهمين انه علماء يعني عذراء متزوجتش فترجموها للكلمة اليونانية اللي هي بارثينوس بارثينوس بتعني زي عذراء لم يمسها بشر بتول يعني وهاي الكلمة اللي كانت مستخدمة في ايام المسيح هذه العذراء الشابة اللي بشرها الملاك طبعا انه رح يكون ميلاد عذراوي لدرجة انه مريم سألت كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا اجاب الملاك وقال هذا مش عمل بشري ولا عمل انساني لكن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فآمنت وصدقت وامتلكت هذا الوعد شيء اخر اللي هو كمان يعتبر اثبات مهم جدا انه يوسف زوج مريم طب الامر واضح امامه وبالنسبة لليهود فضيحة والعقاب لهذه الفضيحة هو الرجم الكتاب بيوصف يوسف انه كان صديق كان رجل بار وكان بحب مريم فكان حل من اثنين لما بشوف زوجته حامل عنده صراع بين العقل وبين القلب قلبه بحب مريم وبيعرف انه هي طاهرة وبيعرف انه استحالة تعمل او ترتكب الخطيئة لكن عقله بقوله طب ما انا شايفها حامل فالحل من اثنين اما انه بيفضحها علنا يعني بيجي بقول للناس للشيوخ تعالوا يا جماعة هي حبلة مش انا المسؤول عن هذا الطفل فيه طبعا بيكون اعقاب او الحل التاني لانه يوسف كان بار يقول للكتاب اذ اراد تخليتها سرا فاذا بروح بياخد شهود اثنين معاه الى الرباي وبالسر بقول للرباي كذا وكذا احنا والشهود بيمضوا وبيختموا انه فعلا هذا هو كلام يوسف وبيترك يوسف مريم الى رحمة الله او ايش الناس تعمل ما يكونش هو المزنب في هذا الموضوع برجم او بطرد او او الى اخره فكان انسان بار ولانه كان هذه الامور عم تخطر في باله وعم بتدور في ذهنه جاء الملاك وبشر يوسف بالاخبار السارة قال الذي حبل بها هو من الروح القدس وهذه كانت علامة كانت ختم بالنسبة ليوسف تأكد انه زوجته طاهرة وضمها فعلا لانه لازم يحميها بسبب المجتمع اليهودي والعدات انه خلاص اصبحت زوجته امام المجتمع فعشان يقدم الحماية وحتى يكون اب للطفل يسوع طبعا الاب بالتبني لانه يعني يسوع ولادته كانت عضروية فاذا الملاك اكد هذا الامر ليوسف النجار فلعاوز اقوله احبائي انه هذه الولادة هي مهمة جدا لانه بتتكلم عن كفاءة الفادي الفادي لازم يكون بلا خطية لازم يكون كامل حمل بالعيب ولما بكفر كفارته تنوب عن كل البشرية مش لشخص واحد وفي نفس الوقت لانه ابن الله استطاع ان يرضي العدالة السماء المطالب الالهية وفاها بالكامل فكإنسان فدى الإنسان كابن الله استطاع ان يرضي الله وهذه طبعا يقول عنه يدعى اسمه عجيبا لانه استطاع بشخصه المبارك ان يوفي كل العدالة الالهية ويقدم خلاص على الصليب هذا ما حدث طبعا من خلال الولادة العذروية خليني اقول شيء بالختام هذه الفقرة انه المسيح يدعى ناصريا الناصرة البلدة المتواضعة هي أصبحت طبعا محط مثل ما بتشوفه السواح من كل العالم عم بيجوروا مدينة الناصرة ولكن هاي النبوة كما قيل بالأنبياء ناصرة من كلمة ناتسر ناتسر بتعني برعم وفي نفس الوقت هي اسم ناتسر اللي بتتكلم عن الغصن بحسب نبوة الشعياء إصخاح داعش وبحسب نبوة إرمية واحدة من أسماء المسيح الغصن ينبط غصن من أصول يسو فهذا الغصن يعني بتشوفه شفناه في بستانجة سيماني كيف شجر الزيتون بتكبر بتكبر وبيطلع الطلق بيطلع الغصن الجديد وهذا هو الغصن الجديد هو شخص يسوع المسيح ناتسر ثم لم يقل كما قيل بالنبي القائل لكن كما قيل بالأنبياء يعني أجمعت الأنبياء أنه اللي رح يولد في بيت لحم رح يعيش في الناصرة ورح يدعى اسمه ناصريا تعرف أحبائي أصبح لقب المسيح يسوع الناصرة يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معهم ثم مكتوب أحبائي على لما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا أجابت الجموع وقالت إنه يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وعندما كان المسيح على الصليب كتبوا يافطة إعلان يسوع الناصر ملك اليهود واليوم أحبائي حتى بسفر الأعمال الرسل استخدموا اسم يسوع الناصري حتى يتمموا مقاصد الله اشتركوا في القناة